ايه زيكم وعملين ايه يا ربيتكنوا بخير وحشتوني جدا 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 جدا. النهاردة فيديو جديد فيديو حماسي قوي 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 من الفيديوات اللي انا بسترناك كل سانا اعملها لكم. ساهم مشوفته في العنوان النهاردة هوريكم مشترياتي للماصية في اللي تعبت في شراها كتير جدا 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 ولفت كعب داير عشان انا ايو اجيب واعمل جومت تكويماتها هي كتير. اه قبل ما ندق الفيديو ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان نسال لكم كل جديد وكمان تعملوا لايك للفيديو دا. وتستنوا بلوجات السفر الكتير الحلوة اللي هوريها لكم نجحز الشنطة مع بعض ونسافر سوا كل الحاجات دي باسم الله. اللايك الاشتراك في القناة تكتبوه كمانت حلم يا حبايب قلب. بصوا يا جماعة. نزلت اشتريت حاجات ليا والتالية والعلي. اشترينا شوية حاجات كده بس طبعا النصيب الاكبر لتالية. اه هوريكم الحاجات كده حاجة حاجة. اول حاجة هوريها لكم حاجات الاميرة تالية. بصوا يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة تالية هي اجمل واحلى واشيك حاجة في الدنيا. ده اول مصيف ليها معايا وآآ فرحتي مش سيعاني ان انا واخدها بقى بنتي معايا المصيف واجب لها حاجات المصيف وتنزل البحر الاول مرة. وكل الكلام ده وان شاء الله يا جماعة بازن الله هتشوفوا تالية في المصيف. يعني آآ اول فيديو هتشوفوا تالية فيه بازن الله يكون فيديو المصيف. آآ انا قررت ان انا بصوا. اولا هبقى احكي لكم موضوع ده العليم علينا. المهم ان انا آآ هوريكم الحاجات اللي انا جبتها لتالية للمصيف. اول حاجة جبتها لها على الطوق ده. بصوا. ده يا جماعة طوق مربع كده. احلا ما قلت لي ان هو حالو جدا وانه هي جربته مع ادها مجوري وجابته رسليم الكراز. كان حالو جدا. نبصوا من هنا البيبي بيبقى جوه. وهنا جوه مية ورجلو مش عارفة ايه فكرته لما ننفخه. هبقى اوليهوركو. هو تقريبا كان بامتين وتمانين جنيه. هو غالي بس احلا ما قلت لي ان هو جامد قوي. فجبته اول حاجة طبعا في رحلتنا الاميرة التالية. التوق ده. تاني حاجة جبتها للاميرة التالية بصوا جبت لها سلوبتتين من دول واحدة لبستها. ودي. البراند بتاعت ايكون دي من هايبر اللي اتنين كانوا بامتين وتلاتين جنيه. واحدة كده بيضف في اللون ده من قطة كده تحفة. ودي. طبعا الحاجات دي هتنفعها هناك عشان آآ تبقى آآ لابساهم كده وقعدة بيهم بقى سواء في القوضة سواء نايمة بيهم بالليل. حلويا. آآ جبت لها دول من ال سي. من ال سي ولا من ديفاكتو. من ديفاكتو. دول خمس قطع بتلتمين جنيه. تلتمية وخمسين جنيه. خمس قطع. ما يمشوا ولد اكتر بس انا جبتهم لها وخلاص طبعا انا جبت المقاس ده كبير قوي. فغالبا آآ مش هتلبسهم. دول من آآ من آآ اربعة وعشرين ستة وتلاتين. غالبا بقى مش اخدهم لها معي. لان دول كبار جدا جدا على تالية. هي تالية لحد هنا اساسا. ده كبير قوي عليها. فاآآ للأسف مش اخدهم معي خلهم لها على الاقل لما يبقى عندها سنة ونص تلبسهم. لان هما كبار جدا. انا كنت عاملة حسابي ان انا جيب لها مش من تسعة لتناشر. من اتناشر لتمنتاشر. فدول كبار قوي بسراحة. زعلت اوي بس اوكي يعني هما هيعودوا. هي كده كده. انا جايب لها حاجات آآ تانية للبيت. كتير جدا وفلنات كتير جدا. فهي مش هتحتاج تاني. استنى واريكم حاجات تانية انا مجبتهاش مصبورة واريها. بصوا يا جماعة من المتعرف عين انا بحب شانسة اي حاجة او اروح مكان واقسني حاجة. جبت لها التقمين دول من فاني فاني. ده بيبقى عبارة عن آآ فانيلا كده وبانتي. طبعا انا ام مصرية اصيلة فبجيب بزيادة مقس كبير. طبعا هيكبرة جدا على تاليا. وده البنز. كبار جدا واحنا ما قلتلي ان هما كبار بس آآ يلا مش مشكلة. تكبر فيهم. اللهم ما لان اجيب الحجر مياها ولا ايه. جبت لها تقمين. يعني انا هاخد لها معاية تقمين دول. وكام واحد يعني هاخد لها شوط غيرات كتيرة بصراحة. لان تاليا آآ لبسها كتير. آآ بتوسخ كسير وبتقلع كسير. زي طبيعة البيبيات. فاخد لها معاية بصراحة هي الوحيدة اللي هاخد لها معاية غيرات كتيرة. انا جبت لها الاتنين دول آآ اللون دا واللون دا. الوحد تقريبا الطعم بخمسة وسبعين جنيه. بتوع قريبا. نخش في المهمة والمفيد. بص يا جماعة جبت لها. انا بص تالي الكوكو ده. بصوا يا جماعة الكوكو ده. يا اختي كميلة يا اختي. حلوة جدا جدا. ده من تسعة لاتناشر. بتالي عندها تسعة عشرين. من تسعة لاتناشر. طبعا كبير جدا عليها. وطويل عليها. بس هعمل ايه? ومن تسعة لاتناشر. ومع البندانة الحلوة دي من ال سي شكلك يد خالص. تقريبا ده كان بربعمية جنيه. اه بربعمية جنيه. بتلتمية. هو كان بخمسمية كنت شايف لها ان انا بحب الخمسة دي قوي. فجبتوا على رأيكم. يا اختي كميلة يا اختي يا حبيبتي يا توتا. ندخل في المهمة وفي المفيد جبت لها مايو. بصوا يا جماعة. البنات ودلع البنات. بصوا. يخضي كميلة. بس حسن ده هيطلع صغير ولا هو كده? ده هو حلو يا دوك. ودي كتعة اللي فوق. قولولي انتو ايه الكياتة دي? قولولي ايه الحلقة? ده بربعمية جنيه يا جماعة. للأسف بربعمية جنيه. ده من ال سي. بربعمية جنيه غالي جدا. بس الميهوت هناك غالية قوي بس متاريال بتاعتها توحفة. بصوا. جميلة خالص يا لاوي. جبت لها كمان الميودة. الميودة انا كنت جابهولها من اسكندرية. لما كنا في اسكندرية جبتها لها. بصوا الدلع. يا لاوي يا لاوي يا ناس. جميلة خالص يا ناس. كاك. بصوا قد كده. قد كده الميودة. ده كان رخيص ده تقريبا كان بمئة جنيه باين. كان بمئة اربعين جنيه. جامد والله. طب والله جامد. بس طبعا هم مش خامت ومش زي بتاع السي. الحق يبقى لي يعني. اهو. كيوت خالص. جبت لها كمان الصندل ده من 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 برند كده اسمها سينوكس. مش كروكس سينوكس. بصوا عامل كده. ده مئة اربعين جنيه برضو. مكتوب علي صوفيا. مش عارف لها دي. اهو. جبت لها الهات دي وجبت لها دي. دي كبيرة قوي بصراحة. يعني دي كبيرة جدا 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 عليها. بصوا الفعل. بس هي ما غطيها وشها اكتر. يعني الجزء ده ما تغطي اكتر. فهاخد لها الاتنين معي وخلاص. بصوا دي. يا غالوزي يا رس دي جاي عليها بالزبط ده. بالفيونكة بالحركات. ونفس الوان المايوب بتاعها. والدونية جميلة. خلاص خلصنا من ستة تالية. اولي كل حاجات حاجة حاجة ما. بصوا. بصوا النبي الدلع اللي تالية فيه. ده كبير جدا. انا عارفة. بس انا جيبها هولها كبير. هحطها هنا ولفها بيه كله كده تبقى هي كلها جولة بشكير. هو ده مأس كبير اساسا ده بتاع سنتين باين ولا كان. مش عارفة بتاع سنتين باين. مش مكتوب عليه بس هو بتاع طفل كبير. يعني هو بيك الحد رجبة الطفل. بصوا. انا جبت هولها عشان تتلف كلها فيه ويقش معيها برضو. يا رأيكم. بصوا دهروا. يا اختي جاولة يا اختي. كل الحاجات دي لتالية اما انا جبت لنفسي انا وبوها. تالية برضو. جبت لها ده للبحر بيقولوا للبحر. لان البحر غالي جدا يا جماعة الباكت بربعمائة جنيه فيها عشرة. بربعمائة فمسين جنيه. يعني واحدة الخمسة واربعين جنيه عشان تربيسها وتطلع ترميها. فقا جبت لها ده. لانا كده كده مش هننزلها البحر كتير اصلا. جبت لها ده عشان بتطحها خلصوا اخده لها معي احتياطي. جبت لها الجزمة دي بعض لف من من محل اسمه دار كستور كولا بنجيب منه زي ما نوحل صغيري. مش عارفة ايه الجزمة دي بس هي عجبتني فجبتها لها. بكان بقى بخمسين جنيه معرفش عجبتني لان ما كنتش لقيه مقاسها خالص. وكنت محتاجة لها شو صف رجلها فجبتها لها. جبت لها ليفة كمان. اخدها لها معي. عشان ليفة اللي عندها مش بحبها قوي. بس يا جمال. جبت لها باكتة بومبر. لأ استنوا مش بس. جبت للاميرة تاليا بتاع سانوسان بربعمية وفمسين جنيه. ماردتش جبت على روش بوزي عشان بألف جنيه. جبت لها ده. سانوسان. انا كنت عايز اجب لفة همستلة بس. قالوا لي ده مقاس ما لقيتش. فلو امهات فيكوا آآ عارفينه يقولولي لأ. جبت لها باكتة بومبرز هاخد لها مصصاها معي. عشان تغير فيها. انا بقى. تعالوا لي انا جاملية. انا اول حاجة جبتها رحت زارة. زارة. حيسو الشياكة والاناقة والبيرفيومز اللي انا بحبها. بلك عنبر وليد فانيلي. مفضلين لدي. دي البلك عمر. وزيرة فانيلي. دول يا جماعة البرفانتين المفضلين لدي من زارة. ودي اكتر. طبعا هم غلي. هم كانوا بربعمائة جنيه. بقى بألف تسعين جنيه. بس انا ما فرقش معي. قلتي يلا. مصيف يا بتي لبنة وضح. جمال. بصراحة. وطبعا على قد ما هم غالين بس هم ارخص من من اللي اللي بتبقى بنجيبها. انا بحبهم بصراحة. ايه تاني? تعالوا بقى نشوف ميو لبنة هاني من ملكة الاميرة. بص يا جامعة. انا جبت لنفسي ميو مختلف عن كل سنة. بصراحة. زي ايه? بص. الميو اهو. هو وشه كده زي والخمة دي عادية. خامة الميول عادية. بس هو كده. فاهمينه? انا مش عارفة انتم فاهمينه ولا لأ بس هو كده. اهو. وليه من هنا بيتضيق عند الوست ويتوسع. ومعي البنطلون بتاعه. خامة مش آآ مش خامة الميول اللي هي الخفيفة دي لأ. هو تقيل وحلو بصراحة. انا جبته عشان ايه? يعني بتبقى معي واحد كده واحد كده. بصوا ليه من هنا حزان. بصوا دي مسته. خامة تحفة تحفة تحفة. معرفش البراند دي اسمها لامير باين. بصوا. هو غالي. هو تقريبا بقى الف جنيه. مش زي هادية غالب طبعا بس هو غالي. بصوا. ليه حزام كده بيتضيق ويتوسع من جوة وخامته حلوة جدا تحفة. ومعه بقى ايه? معه دي طبعا انا ما بحبش قلبس دي اصلا. لاني ما بحبش التربون اساسا في العموم قوي. يعني مش دايما يعني ممكن مرتين تلاتة في حياتي اللي عملتها. بس انا جايبة حجاب سوري عادي جدا. آآ البسه لاني ملقتش بتاعة البحر العادية. والميوم عالشانتة. قلت بقى والله وانا رايحة البراند هي بتاعته. بس انا مش يعني اول مرة شوفها بصراحة بس ايه شكلها حلوة. الميوم عالشانتة دي. طلعي بقى عالبحر. انا قلت ليه هتفيدني الشانتة? انا عندي شنط كتير للبحر. بس دي هحط فيها مثلا ببرون والتالية وبامبرز وحاجات اخدها معيه عالبحر. عالشط يعني بتاع الفندق. جبت النفس ايه بقى تاين يا ريت يا ريت يا ريت ما جبت الصندل من ديه يا باو. اهو. بص يا جماعة الصندل ده جبتوا من اللي شافوه. حلوة جدا 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 ومريح للصيف. بصوا. جامل. حلوة جدا. هاخدوا معي مشو الله مش عارفها عميسوا على ايه بس هاخدوا. على قدم الصفاء المريح بس متعب. احضر شونة باقى وليلة. طيب تعالوا اواريتكم جبت ايه تاني. جبت السود دي. بصوا. السود دي بانتالون كده. اهو. واسع وجميل ومريح وانيق. ومعه البلاوز بتاعته دي هتشوفوا طبعا بتصور هنزلكوا صور على الانستجرام. معه البلاوزة بتاعته اهي. طبعا واسعة كده ومريحة وقط. اشترت لها طرحة. عربش الطرحة دي لايقة ولا لا. بس هي ان شاء الله. لايقة. اه لايقة. اهو. قلتها سفر بالطقم ده بصراحة. يعني حتت في دماغة سفر بيه طاري. اه جبت النفس ايه تاني. جدت في جديد بقى عشان مصيف. جبت البلاوزة دي من السي. استنى عدلها. البلاوزة دي حلوة قوي 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 جد. طحفة. اهي. بصوا جمالها. طحفة. اهي. كان عندي زيها زمان بس هي طبعت مودة تاني. بصوا. وخامتها حلوة جدا. حلوة قوي 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 حبتها. خامتها حلوة ومقاسها حلوة علي. بس التوم الجنيه. وحشة. انا وانا بشتري بتسرع. ما بفكرش في العواقد. بعد ما باجي بفكر في العواقد. جبت من نفسي البجامة دي. بجامة دي بجامة شورت وآآ بصوا شورت. شورت كده. وتيشيرت. كده ومريحة وجميلة. من السيو اول مرة جرب بجاماتهم غالية جدا. آآآ بس حلوة. بربعمل جنيه. مش غالية ولا حاجة. بربعمل جنيه. اه. تفضلوا. مئة الف جنيه مصير. وادي البلوزة دي. بلوزة السيف الوردية جبتها اهي. اه. بلوزة دي جماعة جبتها برضو بحر بقى وحركات وجو وكده. اه. تفضلوا. من السي برضو. طويلة ومريحة. الوان السيف. هتشوفوا كل ده بوضوح في ام سوا. جبت الكلونات دي من ام سيف تالية عشان الشتاء. لقيت عليهم عرض باين بمية خمسة بمية تلاتين جنيه. آآآ كنت بقول لكم انا جبت الكلونات لتالية. ده من سنة لسنتين جبته لها. اهو. اللون ده واللون ده بمية وتلاتين جنيه طبعا عليهم عرض حلو بيبقوا خمسمائة جنيه في الشتاء. فقلت هجيبهم وخليهم لها. اهو. دولة. دول من سنة مقسوا من سنة لسنتين. جبتهم لها للشتاء. بمية وتلاتين جنيه خمين. جبت ايه كمان يا بتي يا لبنة? جبت ايه يا من يالا? جبت بتاع بمتين جنيه علي عرض. جبته. هو كان بخمسمائة خمسة واربعين جنيه زي ما احنا عارفين طبعا. ونزل عليه سيلا اي حاجة بمتين جنيه ومعملين خصومات. آآ بمناسبة السيف. او بمناسبة انا مش عارفة والنزل عليه. خصومات كتيرة جدا. وعملين لو اشتريت تباك تطع معرفش تاخدين. اربعة باين مجاة. حاجات كتير روح وتفرادة. عاملين خصومات كتيرة قوية على الشاور الجيلة حلوة جدا. جبت ده بلاستيك اهول الميا للبح. وبعدين احلام قالت لي يا ربنا خدي بالك عشان الجو هناك سخنة جدا جدا جدا. هاتي جزمة بحر. فما لقتش ليا جزمة بحر. جبت العلي بس. جبت العلي الشب شب ده. اهو. هو جابه لنافسه بس ايه? من دمن المشتريات. ان هو جاء دخل علي اجابه. يبقى ايه? مشتريات يعني. بصوا بقى انا جبت العلي ايه? جبت له الجزمة دي بس. هو ايه بس اي حاجة. لكن انا وبينشي ضيع الفلوس كلها. جبت له الجزمة دي للبحر بمية وخمسة. فبروك يا علي عليك. يا حبيبي جزمة البحر. جبت له تانية لبنا. بس. مجابتش حاجة تانية لبنا. وبكده يا جماعة خلصت مشترياتي للسفر. طبعا يا لسه مخبصيت شوفي حاجات كتير انا جبتها بس مش عارفة ايه فين الصراحة. بس دي اهم الحاجات. حضر بقى الشنط النهاردة ان شاء الله بازن الله. وآآ اجهز نفسي. انا هسافر يوم اللي اتنين النهاردة السبت. بس انا هجهز من النهاردة عشان بكرة مش فاضيين. هننزل بقى نفول العربية. ونحط شبكة فوق. حاجة كتيرة كده هبقى اتكلم معاكم عنها بعدين. بس يا جماعة اتمنى ان الفيديو تكون عجبتها. وان شاء الله ان شاء الله بازن الله يبقى مساف سعيد. عارفة ان يبقى صايف اخر واحدة في العالم. بس اوكي ما فيش مشكلة. بدا ينسوشوا اللايك والاشتراك في القناة في عالجرس عشان اوصل لكم كل جديد. نستنى الفيديوهات الجاية هتكون حماسية ومشوقة جدان جدان جدان. باي باي.